العشاب دي جاية من الطبيعة الدوة فيه عشاب تم الأدوية كده بس خلي بالك فيه فرق جبار بقى الأدوية جرعات مقننة دي أنا بقول لها خد خمسة ميلي القرص خمسة ميلي طيب أنت جبتلي العشب بتاعك ده وغليه خده طلع منه وقت دي الله يعلم مش جايز دي جرعة زيادة تقول لي بس أنت خفيت أي خفيت بس جايزي حييلي فشأة الكلوي 8 أسبوعين يا أخوانا مفيش حاجة يسمعها عشاب مفيش حاجة يسمعها كده خالص واللي بيتاجر فيها يتق الله يتق الله أنت بتعالج حاجة مش عارفة ده احنا بنشوف مصائب يا شام الدوة الدوة بس ده عارف عشان تبلع أرصي يا شام قاعد قديه خمستاشر سنة عشان يتعامل عشان يتجرب يتجرب خمس سنين على حيوانات وخمس سنين على مرضى وخمس سنين على فولنتيرز متطوعين وينزل السوق أرقبه لمدة خمس سنين طلع منه أي مشكلة بيتسحي بتاعتنا زي الفاكسين بتاع الكورون بتسحي بتاعتنا احنا عايشنا القصة فما فيش حاجة اسمها الأعشاب على عيني وراسي وربنا اللي عملها ما ربنا اللي عمل الدوة وإحنا عملنا حاجة إحنا عملنا حاجة ده فيه دكتور عطارين بقى بيكتبوا وصفات تروح تقوله على أي مشكلة عندك اللي يروح العطار يوم كاتب لك وصفة ويقولك متجربة وفيه ناس عملت معه شغل كويس ماش ماش هو حر هو حر أنا بقول للعطار حسبي الله هو نعمى الوكيل لأن اللي حيموت مش حرجع له تاني هو مش حيشوفه مش حيشوفه هو حياخد الدوة ويحصل له مشكلة كبيرة جدا حيلجأ للأطباء مش حيرجع عنه